يا سحلاب رائحتك زاكية وطعمك نذيب ألي هذا يحبك الناس؟ نعم نعم ليس هذا وحسب يحبني الناس لفوائد العديمة آها وما هي فوائدك يا سحلاب؟ أنا أعالج قرحة المعدة وأهدئ الالتهابات وأعالج اضطرابات المعدة مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ كما أطرد الغازات وأخلص الجسم من السموم وأقوي المناعة جميل أهذا كل شيء؟ لا لا أنا أيضا أقوي العذام وأعز الصحة الأسنان وأقلل من فرص حدوث تسوس الأسنان وأنظم ضغط الدم ولي قدرة خارقة في فقدان الوزن فأحرق الدهون ولكن يجب عدم إضافة السكر لي وأحسن عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين كما أنني أعزز القدرة على التركيز والانتباه واو روعة ولما يشربك الناس في الشطاء؟ لأنني أعمل على تنشيط الدورة الدموية فبالتالي أجعل الجسم يشعر بالدفء آها كم هذا جميل وكيف يشربك الناس؟ يضيفون إلي الحليب والقنيل من النشاء ويغلونني ويسكبونني في أكوى ويزينونني بالقرفة أو الفستق أو جوز الهند يمي يمي لذيذ والآن بما أننا أصبحنا أصدقاء سأخبرك بالسرية المخفي إن الإفراط من تناولي يسبب المغز والإمساك وزيادة في الوزن أو يا سحلاب مع هذا كيف تخفينا هذا الأمر؟ يجب أن نخبر الجميع ليكونوا على حذر لا لا أرجوك لا تخبر أحدان ترجمة نانسي قنقر